السلام عليكم مرحبا بكم من جديد متتابع قناة ميجا وصفة كنتم مننا إن شاء الله تكونوا كلكم بخير اليوم إن شاء الله هنوركم طريقتي كيفاش كنحضر الحم شوي في طنجرة الضغط بنكهة تماما بحركة تقدم في الأعراس والمناسبات منك بواحد شكل جميل وبسيط وما ياخد شيء منه شيء وقت ليه هو كثير فكنتم مننا إن شاء الله تجربوا طريقتي واتنال إعجاب ديالكم ما تنسوش جامل الفيديو أيضا مشاركتوا في صفحات التواصل الاجتماعي مع الأهل والأحباب وإذا كنتم قدروا القناة ديالي الأول بان روبايت وسنضموا لنا مع لكم إلا الضغط على الزر الأحمر زر اشتراك أو أبوني وفعلوا الجرس باش توصلوا معنا دائما بالجديد إذا غادي نحتاجو القطع اللحم الأحسان داد الغنمي كيكون فيه شوية هكذا ديال الدهون كتخل القطاع حسب أفراد الأسرة أو حسب مهم حسب الكيمية اللي كنبغيو حنايا غا نحتاجو معاهم ملعقة كبيرة عمرهم زيان داد الزبدة والأحسن الزبدة دل أكل ماشي مارغارين كتعطينكها أحسن غا نحتاجو ملعقة صغيرة دل قصبور حبوب مطحون ومغربل وغا نحتاجو ملعقة صغيرة أيضا دلملح هاد الشي اللي غادي نحتاجو ما نحتاجو لا مأ لا حتى حاجة فشوية غا ناخدو من هاد الزبدة هادين دهنو بها القعد طنجرة بسما تلسقنا شي حسما غا نضيفو حتى شي حاجة قطع اللحم فقط غادي تطيب في الماديالة اللي غادي غا تطلق اللحم لانه ما زال كتطلق اللحم اللي كنعملوها في طنجرة كتطلق الماديالة والدهون أيضا غادي تطيب فيهم سوف ينحيدو طنجرة على جانب ونمشيو نخلطو هاد الزبدة بالقصبور حبوب والملح نخلطوها مزيان الزبدة تكون بحرارة المطبخ سوف يحتاجو ترجعو في حال كريمة هكدا وغا نمشيو نلبسو بها قطع اللحم واحدة واحدة وإحنا كنحاولو ندخلو هاد الزبدة مع القصبور فص منهم من الأحسن ما نضيفو شي حتى شي مناكيهات أخرى فقط نكتفيو بالقصبور هو اللي كنسمه بوحد الشكل هائل وفي الوقت ديال التقديم نقدمو معها المناكيهات اللي كنبغيو سوف ينغسمر بها الطريقة هادي حتى نسالي القطع ديالي ونتلاقوه سوف ينغسمر بها الطريقة هادي حتى نسالي القطع ديالنا كاملين سوف نمشيو نوضعهم في الطنجرات ونمشيو نوضعها فوق النار اللي تكون مهيلة جدا نحسبو لها بالضبط ماشي حتى تصفر كيف نوضعوا الطنجرة نحسبو لها 45 دقيقة حتى ساعة كاملة عاد نفتحو لها ونشوفو وكي بقى طبعا كل واحدة حسب الطنجرة دياله وحسب القطع واش كبيرة واش صغيرة بالنسبة وانا القطع ديالي والطنجرة ديالي كتفيت ب 35 دقيقة حلت عليها واحد الملاحظة الطنجرة ملين ووضعوها فوق النار من غفلوشي عليها مرة 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 نشبروها من يديدات ونحركوها كده باش كنجنبو التساق اللحم في القاو وحتوي لك انتبدأت تلساق كتتقلع شوية وصفي مبعد 35 دقيقة اه فتحت على قطع ديالي حيتش صراحة مشي كبارين صفي لقيتم مواجدين طيبين شربوا المال اللي تلقت اللحم وصفي وتقلت هكدا او كيف كتشوفو تحمرت غيف في الدهون اللي تلقت وزائد زبدة لديفتلا اغان حييد قطع اللحم وغادي تشوفو هادو اوما الدهون اللي طابت فيهم اللحم ديالي صفي كيف كتشوفو تحمرت تعلكت مزيان يعني متحرقت شو خيب غايت تلتساق شوية ولكن مالي كنحركو هكدا بيدنا الطنجرة كيتقلعو هادا القطع ديال الحم صفي هادو كنستغنو عليهم كنحيدو هاد الدهون هادو وكنمشي ونقدمو الطبق ديالنا بصحة وراحة كيف كتشوفو اللون ديالو محمر ومعاللك سرحاو كيجي منك كهرحة ديالقصبور حبوب طلع منو صراحة كتشاهي سفي ملاحظة اخرى بالنسبة للناس اللي غي يحضروا الطبق اول مرة وخافوا ان المشكل ديالطنجرة ما فيها شي الما ولا شي حاجة فممكن تزيدو واحد نصف كأس صغير ديالشي تزيدو نصف ديالو ديالو ديالما ولكن وردو بلكم تقدر تبقى لكم لحم بالمام بعد كان فتحو ديكسع الطنجرة وكان خلي واحد تشرب ديالما كامل ولكن على ضمانتي جربوا هاد الطريقة هادي فما غديوقع والو غديكم اللحم من ألد وأروع ما يكون يمكن نرفقوها باش مبغينا نضيفو قدامها هكذا الميلح الكامون اي حاجة نزوقوها ايضا باش مبغينا انا غنكتفقي به هاد الشكل هادا نولداتي وصفي كنتمنى ان شاء الله تكونوا الوصفة ديالي تكون عجبتكم او المهم نحلة الريضة ديالكم ما تنسوش جامل الفيديو وانا هنا كنقولكم كيف ديما بصحة ورحة والى اللقاء فيديو اخر ان شاء الله اشتركوا في القناة